مش عارفين يعملوا ايه فراحوا داخلين بعد كده مثل شعبي المثل دوت بيتكلم عن الانسان اللي مصلحته في البيت محتاجة فلوس او محتاجة حاجة فما ينفعش ان هو يحطها في المسجد وهو بيته محتاجها فاختاروا مثل المثل ده فيه نوع من انواع يعني احنا مش قابلينه اصلا بس على العموم المثل ده مثل مصري سببه ايه المثل ده مثل يهودي ما هواش مثل مسلم ما هواش مثل اسلامي مصري لما كان اليهود في الفترة اللي عايشين فيها في مصر سابونا شوية مصطلحات فمن دمنيها البيت الزيت انعازو البيت يحرم على الجامع فطبعا مقصود بيها الجامع بمعنى المسجد والكلام كده معروف لكن اخوانك او اتباع القطيع راحوا عاملين ايه بقى قالك الجامع هنا يعني جامع الضرائب وللأسف الشديد سمعت هذا التحريف من بعض المنتسبين للثقافة او من بعض الاصحاب الاقلام بيطلع بفلسفة يقولك والله الجامع هنا المقصود بها جامع الضرائب عشان المصريين كانوا بيرفضوا دفع الضرائب خد بالك بص بص الاسقاط علشان يصحوا المثل في هذا الاتجاه انه جامع جامع الضرائب والرد عليهم ببساطة ده يدل على جهلهم ده انا عاوز اقولك الوجبة عارف الوجبة الوجبة توزعت عليهم بقولك ريحة الضاني كانت مفحفاحا بارح في السوشيال ميديا الشاوي كان للركب ميه كلهم 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 نزلت عليهم الوجبة ايلينها بنفس المصطلح الجامع هو الذي كان يجمع الضرائب مش الجامع يعني المسجد وكل واحد بقى بيستعرض عضلاته الجاهلة انا النهاردة عملت فيهم مفاجأة بتمثل صفعة على قفى هؤلاء القطيع تعال حضرتك شوف كتاب مفيش اتنين يختلفوا عليه بيشرح الامثال المصرية شرح عجيب وشرح واضح جدا وهو احمد تيمور باشا احمد تيمور باشا حضرتك عمل كتاب اسمه الامثال المصرية الامثال المصرية حواريك غلاف الكتاب لو افتكر اي وقا دي غلاف الكتاب علشان تبقى حضرتك عرف شكله ايه من اللي عامل الكتاب ده احمد تيمور باشا طيب نشوف بقى احمد تيمور باشا ايل ايه بص يا سيدي جايب تلت امثال عندك المثل رقم خمسمية وحداشر اللي يلزم البيت يحرم على الجامع يا سلام ادي المثل عندك هو الصورة موجودة على الشاشة اللي يلزم البيت يحرم على الجامع شوف احمد تيمور باشا بيقرى المثل ازاي يعني اي ما تحتاج اليه الضار يحرم على المسجد ما قالش جامع الضرايب ايها القطيع عاوزين نيوجه لهم رسالة كده على الهواء علشان نشوي كمان اي ما تحتاج اليه الضار يحرم على المسجد والمراد لا صدقة الا بعد الكفاية وسيأتي في الحاء المهملة حصيرة البيت تحرم على الجامع وقولهم الحسنة ما تجوزش الا بعد كفوا البيت وانظر في الرأي الزيت انعازوا البيت يحرم على الجامع ده اول مثل اورده الاستاذ الباشا احمد تيمور باشا في الامثال المصرية والكتاب موجود على فكرة في كل المكاتب كتاب متاح مش كتاب يعني بس انا عشان قريدخوا بستمائة الف كتاب قاسب قاسب ستمائة الف كتاب فحضرتك يعني هما بيقروش انا زنبي ايه طيب موسيقى